بمنطق العقل والدين والأخلاق وأمن الناس واستقرار الناس الانتهاء جذرياً من هذه الظاهرة إذا بتجي للناس بتقول لهم إطلاق النار حرام بلنين جايب لها الفتوى إذا بنروح على الدين لأنه عم نحكي بالعقل ما عم يمشي الحال عم نحكي بالآنون ومخالفة الآنون ما عم يمشي الحال عم نحكي بالأحياناً بالأخلاق كمان عم تكون لأمور صعبة بالعكس في الناس بيعتقوا من الأخلاق أنه هن يقوصوا قالها السيد حسن نصر الله أكثر من مرة حاول الأمين العام لحزب الله أن يطلب بالمونى وحاول أن يعظى عليه يجد من يطعذ على أن إطلاق النار استمر أنه حدا بالغادر جربني عصاي على الظاهرة وفت من الظاهرة إلى بطني بلو أنه ما عارش حدا يقوص عشان إذا بدلني أوصوا إذا بدلني أوصوا حيرو بطير جرح بعد محاولات عدة لثني المناصرين أو المحازبين عن إطلاق النار ابتهاجاً أو احتفالاً نفذ صبر حزب الله والقيادة من الرصاص الطائش ونفذ صبرهم مما له انعكاساته السلبية على صورة الحزب ولأن الكلام المعصول لم ينفع والتحريم الديني لم يشفع والتهديد لم يقدم ولم يؤخر نقل حزب الله والسيد حسن نصر الله المواجهة مع مناصريه ومؤيديه إلى مستوى أكثر صرامة اذ تسرب تعميم صادر عن الحزب وموقع باسم سيد حسن نصر الله حمل لهجة في غاية التشدد جاء فيه تكلمنا كثيراً لكننا الآن نتجه إلى إجراءات تنظيمية حاسمة وحين لا ينفع التذكير والوعظ لابد من عقوبات قاسية قد تصلوا إلى الفصل الكامل من تشكيلات حزب الله وبلا تعويض أيضاً الرجاء اعتبار هذا التعميم بمثابة التذكير الأخير يعني أنا أمس بالليل قلت لنه لا بدي خطي بدي خطي مشان بعدين ما حدا يطلع يقول حلال وحرام وكيف وما كيف خطي وختم كمان مشيخي بيعفوش القصة يأتي التعميم هذا ليؤكد أن الحزب ما عاد في استطاعته تحمل عناصر غير منضبطة في صحوفه وإذا كان كلام نصر الله من فضة في أذان بعض مناصريه فالتعميم هذا بات من ذهب آدم شمس الدين قناة الجديد